السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English درسنا اليوم هو عن الكلمات اليومية التي نستعملها عندما نتحدث عن الطعام عند وصف الطعام كيف مذاقه كيف التكستر تعيته فاليوم إن شاء الله لح نتعلم هذه الكلمات والمفردات المهمة جدا وبآخر درس إن شاء الله في تمرين كتير مهم لحتى تحاولوا الطبق اللي تعلمتوا بأنفسكم إذن هيا لنبدأ بالدرس أولا سنبدأ بالكلمات التي تصف المذاق taste taste تعني مذاق وإذا كانت فعل فهي تعني يتذوق taste إذن لدينا مجموعة من الأضاد sweet sweet تعني hello المذاق هو حلو sweet أما bitter فهي تعني more bitter more اكتبوا لي طعام واحد حلو sweet وطعام واحد more bitter بالكومنس تحت الفيديو rich تعني غني بالطعمة rich أما bland فهي تعني بدون طعم bland إذن rich غني المذاق أما bland تشعر أن المذاق ضعيف أو لا يوجد طعمة rich bland hot تعني حار hot أما mild فالطعم خفيف أو الحر خفيف ذا تشعر به كثيرا hot mild sour تعني حامض sour أما salty تعني مالح salty وспايسي تعني كثير التوابل spices تعني التوابل إذن spicy كثير التوابل spicy إذن تعلمنا إلى الآن sweet bitter rich bland hot mild sour salty وспايسي الآن سننتقل إلى الكلمات التي تصف نسيج الطعام أو إحساس الطعام على لسانك texture texture إذن ripe تعني ناضج ripe عندما تكون الفاكهة ناضجة stale تعني قديم مثلا عندما الخبز يمضي عليه وقت سيصبح stale stale مش ضروري يكون عليه عفا لكن بتحس إنه نشف stale tough تعني قاسي tough أما مشي فهو تعني لين مشي وبحب الفتلكن نظركن أن بعض هذه الكلمات التي نتعلمها الآن نستعملها عندما نصف الشخصية مثلا عندما نتكلم عن شخص أنه tough فالشخص هو قاسي أما عندما نقول أنه مشي فنحن نعني أنه عاطفي كثيرا ويمكننا أيضا أن نستعمل كلمة sweet مثلا عندما نتكلم عن شخص لطيف إذن يمكننا أن نستعمل بعض هذه الكلمات لنصف الشخصية tough مشي tender عادة نستعملها عندما نتحدث عن اللحمة أو الدجاج tender يعني اللحمة طري tender ليست قاسية أما chewy chewy تحتاج أن تعلقها كثيرا مطاطية chewy crispy مقرمش مقرمش لكن عندما نتحدث عن الطبقة الخارجية عندما تكون الطبقة الخارجية مقرمشة ليس من الضروري أن تكون الطبقة الداخلية مقرمشة crispy creamy دسم مثل الأشطر creamy crunchy 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 مقدد يقرمش مثل chips إذن هناك فرق بين crispy وcrunchy crispy تكون الطبقة الخارجية وأول لئمة هي اللي بتأرمش لكن crunchy كله بتأرمش moist تعني رطب بتحس أنه الطعام رطب مثلا الكيك الكعكة منحبه يكون رطب moist juicy فيه عصارة مثلا عندما نقول عن اللحمة أنها juicy فالماء ما زال بداخلها ما نشفت اللحم كتير juicy greasy أو oily معناتهم دهني أو زيتي فيبقى لون زيتي كتير greasy oily إذن تعلمنا لنتحدث عن texture نسيج ripe stale tough mushy tender chewy crispy creamy crunchy moist wet juicy greasy and oily إذن لننتقل الآن إلى المفردات التي تصف كيف تم طبق الطعام How it is cooked steamed طبخة بالبخار steamed baked baked مخبوز بالفرن roasted تاني مشوي بالفرن baked roasted fried 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 grilled ما شوي عادة على الشوي grilled أما boiled فهي تاني مغلي boiled إذن كيف تم طبخه ستيمد بيكت روستد فرايد grilled boiled إذن الآن سأعطيكم بعض الجمل أريد منكم أن تكتبوا الترجمة بالكومنس تحت الفيديو وهذا التطبيق كتير بيفيدكن لحتى تعرفوا قديش يفهمتوا من هذا الدرس وقديش حفظتوا من هالكلمات the boiled potato was mushy potato تاني البطاطة the boiled potato was mushy was تاني كانت بالماضي الجملة الثانية the grilled chicken was juicy and tender chicken تاني الدجاج the grilled chicken was juicy and tender يمكنكم أيضا أن لا تترجموا حرفيا حاولوا أن تشرحوا معاني هذه الجمل ما ضرورة تحطوا ترجمة فيكن بس ببساطة تشرحوا لي معاني هذه الجمل I like my bananas sweet and ripe bananas تاني الموز I like my bananas sweet and ripe إذن هولي كانوا الكلمات اللي تعلمناهم اليوم بتمنى يكون فاتكن هالدرس وتمنى تكونوا لقيتوهمهم ما تنسوا تعملوا التمرين وتكتبوه بالكومنس تحت الفيديو وبشوفكن إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر